السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم متابعين الأوفياء في هذا المقطع التربع الجديد والذي سيطالق بكم كهن الصرف وتحويل الفعل الصحيح تعريفه وأنواعه واحد صفحة 62 من كتاب واحد لكلمة لغة العربية دي السنة الرابعة محتلين الافتدائي أولاً ألاحظ وأكتشف سمع أخذ عد سأل قرأ أولاً أحدد عدد حروف كل فعل في المجموعة إذن عدد حروف كل فعل في المجموعة الأولى هي ثلاثة مفعال ثلاثية نعم هنا هي التضعيف أرى هنا هي جوز حروف إذن هذا فعل ثلاثي أبين زمن حدوث كل فعل وهو حتى المجموعة الثانية فيها ثلاثة حروف أبين زمن حدوث كل فعل في المجموعة سمع أخذ عدد سأل قرأ هذا أفعال في الماضي أفعال في الماضي وجد يبس صار رضي شك ورمى أيضاً هذه أفعال في الماضي أذهب لي أحلل قال لك هل يمكن الاستغناء عن أحد حروف الأفعال في المجموعتين ولماذا؟ إذن هنا الحروف الأصلية لا يمكن الاستغناء عنها لماذا؟ لأن الفعل أو أي كلمة إذا حذفنا لها حرفاً أصلياً سيتغير معناها أو تصبح بدون معنى تفقنا إذن مثلاً بالنسبة للسامية نحذف له مثلاً السين أشغل يبقى؟ ميع أو مع تفقنا إذن مع ما شيء هو سامية إذن تغير المعنى أو نقول نزول الميم يبقى ساعة إذن هنا يتغير المعنى أيضاً لازولنا حرف العين سما إذن تغير المعنى أو أصبحت بدون معنى لهذا لا يمكن أن نحذف حرفاً من الحروف الأصلية تفقنا نحذف حروف الزيادة نعم لكن حروف الأصلية لا يمكن حذفها مثلاً الحروف الأصلية مثلاً حل اسم ديالك مثلاً اسم ديالك واش تقدر تحذف فيه شحر سيتغير معناه ويتبدل إذن لا يمكن حذف حرف حرف أصلي لأنه ولماذا؟ لأنه سيتغير معناه أو يصبح بدون معنى أحول أفعال كل مجموعة كما في المثالين سمع يسمع إسمع صار يسير سر إذن هنا مطلوب مني أنه نحول الفعل من الماضي للمضارع للأمر تفقنا إذن لدينا فعل ثاني اللي هو أخذ أخذ يأخذ إذن في الأمر أخذ ثم فعل عد نعم سأتمم الإجابة ثم سأعطيكم إياه حتى لا أطيل عليكم نعم إذن أصدقائي الجواب دي أنه هذا بنسبة للمجموعة الأولى في المجموعة الأولى باستثناء هنا الفعل أخذ الذي لم يحافظ على أحرفه في الآن إذن أخذنا للمجموعة الأولى للمجموعة الأولى نعم ثم ما التغيير الذي طرأ على أحد حروف الفعل في المجموعة الثانية إذن التغيير الذي طرأ هنا هنا بالنسبة للمجموعة الأولى تفقنا ثم هنا صار إنقلبة الألف رضي نعم بقي على حاله هنا شكى إنقلبة الألف هنا ورمى إنقلبة الألف المقصورة تفقنا إذن هذا هي التغيير الذي طرأ على الفعل المعتل نعم أذكر الحروف التي أصابها تغيير وبما تسمى إذن الحروف التي أصابها تغيير هي حروف العلة تفقنا إذن الحروف التي أصابها تغيير هنا هي الواو والياء والأليف والياء والألف إذن هذه نعم الحروف هي الأليف والواو والياء وتسمى بحروف حروف العلة نعم بما نسمي الحروف التي لا يصيبها تغيير أو حذف في المجموعة الأولى نسميها بالحروف الصحيحة الحروف الصحيحة طفقنا أو الحروف الأصلية ليس بالحروف الأصلية وإنما الحروف الصحيحة لأننا في اللغة العربية نقول لما ذهم الحروف المتحركة وذهم الحروف الساكنة طفقنا بحفل فرنسية نفس الشيء إذن أسمي الفعل الذي لا يطرأه تغيير أو حذف على حروفه الأصلية نسميه الفعل الصحيح نسميه بالفعل الصحيح ثم أحدث في المجموعة واحد ما يميز الفعل السمع عن الفعلين أخذ وعد إذن ما يميز الفعل سمع عن الفعل أخذ وعلى الفعل أعد هو أنه مكسور الوسط طفقنا هو مكسور الوسط عنده الحرف الثاني فعل شريبة طفقنا إذن هذا ما يميزه عن الأفعال الأخرى وأيضا يتميز بأن شيء الثاني عفوا هنا لمطلوب السؤال هو بماذا يتميز بأن حروفه جميع حروفه ليس فيها همز مثل أخذ وليس فيها تضعيف إذن هذا بما يتميز إذن ونسمي هذا النوع من الأفعال الفعل السالم طفقنا إذن لا يحتوي على همزة ولا يحتوي على تنوي آه عفوا على تضعيف إذن فهذا يعني تخلو حروفه تخلو حروفه من الهمز والتضعيف نعم ثم أحدد في المجموعة واحد ما تشترك فيه الأفعال أخذ وسأل وقرأ نعم تشترك في أن كلها تتضمن همزة إذن وهذا كنسميه في الهمزة وكنسميه هذا كنسميه الفعل المهموز الفعل المهموز نعم قبل أن نمر للتطبيق أعزائي هذا واحد تعريف بسيط الفعل الصحيح حتى نستطيع تميزه إذن الفعل الصحيح هو ما كانت أحرفه الأصلية خالية من حروف العلة حرف العلة هي الآلف والو والي إذن الأفعال الصحيحة كيف ما شفنا في المجموعة الأولى ما فيهاش أحد هذه الحرف هذه لآلف أو الو والي الحرف الأصلية هي الحرف التي لا يمكن الاستغناء عنها أو عن أحدها في الماضي يعني في الزمن الماضي لا يمكن الاستغناء معنا وينقسم الفعل الصحيح إلى ثلاثة أنواع اللي هو السالم وهو الذي خلط أحرفه الأصلية من التضعيف والهمز نفع ونجح مثل السالم ما فيهش الهمزة والتضعيف كيف قلنا هنا يا الفعل سميع بالنسبة للمهموس وهو الذي أحد أحرفه همزة في حال هذا اللي شفنا هنا يا تفقنا حرفه الأصلية همزة لجأ سأل أخذ أما المضعف وهو مكان آخره مشددا مثل عدة ومدة أو حرفه من نفس الجنس تفقنا ثم ننتقل الآن إلى أطبق أطبق أميز الأفعال الصحيحة مما يأتي نرد إذن هذا الفعل هذا سنرده الأصل دياله باش نعرفه إذن هذا الفعل الأصل دياله هو رد تفقنا إذن هو فعل صحيح دعم أجد أصله وجده لأن هذا في المضارع رد البال الحركة الأصلية دياله هذي أفعال في المضارع في المضارع إذن تخصي تخصي تحولها للماضي باش تعرف الأصل ديالها لا يمكنش تحكم عليها هنا لأن إذا قلت هنا نقدر نقول فعل صحيح لماذا؟ لأن في الهمزة الجين والدل لكن أصله هو وجده إذن هو فعل معتل تبدأ أصله بدأ نعم هذا فعل مهموس يرسم أصله رسامة فعل سالم صحيح نعم ثم يجيء أصله جاء وهذا فعل معتل إذن الأفعال الغير الصحيحة إذن أنا أريد لكم سطر على الأفعال الصحيحة عندنا نرد وتبدأ وعندنا أيضا رسامة هذه أفعال صحيحة بالنسبة لأجيد هذا فعل معتل يجيء هذا فعل معتل أركب من الحروف الخاء الهمزة الجيم الميم والراء فعلا مهموزا وآخر سليما وآخر مضعفا إذن نقدر ندير هنا فعل مهموز نقدر ندير خاء راجاء هيا خاء راجاء هذا فعل سليم بالنسبة لفعل مهموز نقدر ندير أمارا أمارا ها هو فعل مهموز مثلا فعل هذا مهموز ثم مضعف نقدر ندير هذا مرة هذا مضعف تفقنا إذن هذا كل كان أو كان ما يتعلق بدرس اليوم سأعطيكم تبرين آخر إن شاء الله للفعل الصحيح نعم ممكن أننا ندير هذا السؤال هذا أميز الأفعال الصحيحة مما يأتي وتصني فيها في جدول وتصني فيها في جدول ما معنى هذه الأفعال هذه هذه عندنا في الكتاب وبعضها أضفتها أنا يعني سأصنفها حسب الفعل السليم والمهموز والمضعف إذن أصدقائي هذا كان كل ما يتعلق بهذا الدرس أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء